من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ومن ذلك التفقه في أحكام العمرة بمعرفة أركانها وواجباتها وسننها والتنبه إلى ما قد يحصل فيها من خلل وأخطاء فما بين الإحرام بالعمرة والانتهاء منها بالحلق أو التقصير أخطاء يقع فيها بعض المعتمرين فمن أخطاء الإحرام مجاوزة الميقات دون إحرام وضع الطيب على الإزار أو الرداء قبل الإحرام أو بعد إحرام المرأة في النقاب أو البرقع والقفازين ترك النسك بعد الدخول فيه دون إتمام ومن أخطاء الطواف التلفظ بالنية عند الشروع في الطواف والواجب الاكتفاء بنية القلب التزاحم لتقبيل الحجر الأسود وإيذاء الناس من أجل ذلك استلام أركان الكعبة الأربعة والسنة استلام الحجر الأسود والركن اليماني دون غيرهما تقبيل الركن اليماني أو الإشارة إليه عن بعد والسنة استلامه باليد دون تقبيل أو إشارة بخلاف الحجر الأسود فيشار إليه عن بعد الرمل في جميع الأشواط والمشروع أنه يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط تغطية الكتفين أثناء الطواف والسنة للطباع وهو كشف الكتف الأيمن تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين والسنة أن يدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود قائلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يدعو في سائر طوافه بما أحب دون تخصيص لدعاء بعينه رفع الصوت بالدعاء رفعا يذهب الخشوع ويشوش على الطائفين اجتماع طائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء الاشتغال بالكلام عن الذكر والدعاء التمسح بالكعبة وأستارها التمسح بمقام إبراهيم ومن أخطاء السعي الجري أو الإسراع الشديد في السعي بين الصفى والمروة في الشوط كله والسنة الإسراع بين الميلين الأخضرين فقط إسراع النساء في السعي بين الميلين الأخضرين وإنما ذلك يكون للرجال دون النساء تخصيص دعاء معين لكل شوط من أشواط السعي ومن أخطاء الحلق والتقصير تقصير بعض شعر الرأس دون بعضه أو حلق بعضه دون بعضه والصواب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير يضاف إلى ذلك انشغال المعتمر بالتقاط الصور التذكارية أثناء تأديته المناسك للتباهي مما يقدح في إخلاص نيته فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه وموافقاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم